مع دخول شهر الفضيل تصر بعض النساء الحوامل على الصوم فيما تتخوف أخرية منه خوفاً على صحاتها وصحة جنينها غيران الواقع أن كل حامل تفرض عليها حالتها الصحية الصومة أو الامتنع عنها الحمل مرهوش تماماً مرض الحمل حاجة طبيعية إذا هذا المرأة ما عندهاش مثلاً لانيمي عندها متابعة يعني صاريمة من طرف الطبيب تحها ما فيش منعة صوم صوم المرأة الحامل لمدة التفوق الخمسة عشر ساعة يتطلب التزامها بتغذية صحية مناسبة من أجل الحفاظ على حالة صحية جيدة الأفضل تركز على الألياف يعني على الخضر وعلى الفواكه وتشرب بالما كتير ثانياً لازم تفهم مرأة صايمة ولا مشي صايمة راهي تقوّت روحها هي نفسها وتقوّت الجنين يعني إذن الأك مشي تطحلي على القزوز وطحلي على الحلويات نو كان اللحوم تنوع اللحوم مثلاً نهار تأكل اللحوم الحمرة نهار اللي نقولولها تعداند اسكالوب وكل شنهار تأكل السمك مام السمك جامد دياماً ما فيهاش مشكيل التنوع تكون مرتاحة ويبقى على المرأة الحاملة لابتعادوا عن العادات الغدائية السيئة للصائمين والالتزام بتعليمات طبيبها المختص حتى تقضي فترة حمل أمينة اللحقي اكتبي طالب